السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبايا الأطفال عدنا لكم مع استوانة السيرة النبوية وبسم الله نبدأ السلام عليك يا جدي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته لقد استمتعنا بحلقة أمس يا جدي ونحن مشتاقون لمعرفة الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا منذ أمس وأنا أتمنى هذا اللقاء مرة أخرى أحسنتم يا أحفادي أحسنتم إذن هيا بسرعة يا جدي احكي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رائع يا أبنائي إذن فستمع كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من سادات قويش كان عبد المطلب متخلقا لمكارم الأخلاق يحب المساكين ويقوم على خدمة الحجين حتى الطيور والوحوس كان يطعمهم فوق الجبال وكان عبد المطلب يرى في نومه هاتفا يأمره بحفر زمزم وكان يقول له وكان لعبد المطلب ولاد يدعى الحارث فقال له عبد المطلب يا حارث تعال معي والمحفر ماء زمزم ولكن قريشا منعتهما وحالت بينهما وبين حفر زمزم فحزن عبد المطلب لذلك حزنا شديدا وقال اللهم إن رزقتني عشرة من الولد لأذبحن واحدا وقد حقق الله عز وجل أمية عبد المطلب ورزقه من الولد عشرة وكان لابد لعبد المطلب أن يفي بنتره فأراد أن يذبح واحدا منهم لقد رزقني الله بعشرة من الولد وقد نذرت نذره إن رزقني العشرة أن أذبح واحدا إذن نكتب أسماءهم على الأسهم ونختار أحدها هيا هيا لنعمل ذلك ماذا عبد الله انتظر يا عبد المطلب قال عبد المطلب ماذا تريد أعندك مخرج لهذا الأمر نعم عندي حل نعمل قرأ وإذا طلع الإسم نفديه بعشرة من الإبل قال عبد المطلب التراح ججهد هيا لنبدأ عبد الله قال عبد المطلب إذاً أنا أفديه بعشرة من الإبل عبد الله عبد الله قال عبد المطلب إذاً أنا أزديه بعشرة من الإبل لقد وصل العدد لمئة ناقة قال عبد المطلب نجا عبد الله نجا عبد الله اذبحوا الإبل زفاف من هذا؟ إنه زفاف عبد الله بن عبد المطلب خيرة شباب مكة على آمنة بنت وهب خير نساء بني النجار وكان زوات عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب حدثا سعيلا ولكنه لم يدم طويلة لم يلبث أن خرج عبد الله إلى تجارة ثم مرض في تلك الرحلة ماذا بك يا عبد الله؟ بماذا تشعر؟ يا سيدي يا سيدي أعلى الأمر خير أبشر يا سيدي ما الأمر؟ لقد أنجبت السيدة آمنة ولدا الحمد لله ماذا تسميه يا سيدي؟ أسميه محمدا ولماذا محمدا؟ قال عبد المطلب أرجو أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض أكمل لنا يا جدي لا تتعجل علي في الغد إن شاء الله أكمل لكم سيرته صلى الله عليه وسلم سنكون في شوق إلى الغد لنستمع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انتهت هالحلقة الثانية من السيرة النبوية الشريفة ونعود لكم في مقطع آخر مع الحلقة الثالثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا